طيب هيا معنا دلوقتي لتحليل اللي حصل النهاردة في هذه المواجهة وايضا تحليل هالند بشكل خاص زي مننا العزيز صديقنا العزيز المميز دايما محمود ديشاكر هيكون معايا الان عشان نتكلم معاه عن المباراة وما حدث فيها اه محمود مشرف ومنور اخبارك اخبارك انت ايه ايه اللي بيحصل ده ده هالند بكسر الدنيا وجيه على مانشستر و نايت الجامد النهاردة صح ده حقيقي انا والله بشجع مانشستر و نايته انا صغير شايف الفرحة اللي بهالند و مانشستر و نايته زي ما كنت وشجع سيتي من زمانة كريم بس يعني كل مشاجعين مانشستر و نايته نهاردة تصدموا لان مانشستر و نايته كان بقاله فترة جديرة ماشي كويس جدا ماشي كويس وكسب ارسنل تيني حاج كمان مدرب الشهر يعني حسين بيب جارديولا جاي يقول له ايه هو انت مدرب الشهر تعالى بس تبتع لالي بقى و ريك مين مدرب الشهر و مين مدرب كل السنين يعني يبو جارديولا خلص عليه النهاردة خلص عليه فرحة والاداء النهاردة منشستر سيتي عمل مباراة كبيرة جدا طيب النهاردة كان طبعا ديربي منشستر المدينة بتاعت منشستر ما بين منشستر سيتي و ما بين منشستر ينايته اليونيته كان بقاله فترة كبيرة جدا فايق ادر اعمل سلسلة انتصارات متتارية لو النهاردة كان كسب كان ممكن يروح للمركز التاني منشستر نهاردة قرب بشكل كبير عن البداية السيئة اللي ابتدى بيها ولكن كان اول اختبار قوي اكتر من ليفر بول اللي كان بيمر بظروف مش كويسة وارسنال منشستر نهاردة كان حظه اعلى منه في المباراة اللي تمت ما بينهم ولكن مباراة النهاردة كان فيه اخطاء كارسية من تنهاج تنهاج عمل اخطاء فنية كثيرة جدا منشستر نهاردة زي ما كون اتأثر بشكل كبير جدا من التوقف الدولي زي ما كون الروح ما بقيتش موجودة عند اللعيبة ما بقاش فيه الباشن والشغف اللي كان موجود عند اللعيبة كان فيه توطر بشكل كبير جدا بس انا ما حسيتش كده انا حسيت انه ده حكم القوي لا بس انا حسيت انه طبعا لا اصلا فكرة ان الكاسمينو ما يبدأش المباراة دي كارسية الكوارس بس ايه الفكرة انه انا برضو منشستر سيتي فرقة صعبة صعبة قوي فرقة صعبة يا كريم وكانت يعني منشستر سيتي كان ممكن يروح كتير على الجون ويضيع كتير دلوقتي ما بقاش فيه الابشن ده دلوقتي فيه هالند سوبر هالند الراجل بيعمل كل حاجة في الكورة وزي ما اتكلمنا بلكاك وانا كانت سبوع الفترة بكت معاك وممكن مش اللعيب الممتع مش اللعيب اللي تفرج عليه متعك ويمزجك ولكن هو لعيب دايريكت ولعيب مباشر بشكل كبير جدا 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 عاوزين نتكلم شوية على الجانب الفني في المباراة منشستر سيتي كان داخل أصلا المباراة عنده نقص عدد كبير جدا في الاثنين ستوبر واثنين سنتر باك الورا كان عنده مشكلة ان ستونز كان مصاب ونفس الكلام لابورتي ونفس الكلام برضو روبين دياز ابتدى بأكي وابتدى بلعيب اسمه أكنجي ولكن الناس قلقت ان يبقى فيه سرعات فيه في الكونتر أتاكس اللي بيتمايز بها منشستر روناتي ولكن كلام ده ما كانش موجود برضو نفس الكلام رودري وهو لعيب مهم جدا في منظومة منشستر سيتي في وسط الملعب كان غايب وعتقدت ان هيبقى فيه شراسة لمنشستر سيتي انا اول ما شوف تشكيلة منشستر سيتي قلت الله منشستر روناتي هيكسر عنده مشكلة في الدفاع وراجل جدل بتاعهم مش موجود والله يا كريم قلت كده برضو كل حاجة حلوة كل حاجة حلوة فطبعا منشستر يونيتد ابتدى المباراة وحش جدا جدا كنا عاوزين نتكلم هنتكلم اكيد فنان ولكن عاوزين نتكلم على موضوع كازاميرو كازاميرو كان اتسأل عليه التنهاج قبل التواف الدولي في مؤتمر صحفي انتليه متلعبش كازاميرو قال لهم كازاميرو اللعيب لسه جاي هياخد على الاجواء ولكن سكوت مكتوميناي بيمر بافضل فتراته فسكوت مكتوميناي برضو بيقدب باداة بس مع الاحترام الكامل اكيد كازاميرو واحد من افضل مدمرين او مفسدين الهجمات للفرق المقابلة وشوفناه في ريال المدريد ما ينفعش ما يبقاش موجود تنهاج اول غلط غلطه انه هو ما ينفعش ان انا الاعب منشستر سيتي بنفس الطريقة اللي انا كنت بلاعب فيها الفرق التانية علشان خاطر هو ابتدى بطريقته اربعة اتنين تلاتة واحد ولكن اللي كان دايما بتحول ان سكوت مكتوميناي بس بيثبت رقم ستة ودايما برونو فرناندز واريكسن بيزيدوا على اتنين رقم تمانية عاوزين نتكلم برضو كريم على الاحصائيات اللي كانت موجودة في المباراة لو نشوف الاحصائيات معنا ونشوف مدى قوة وعظمة جوارديولا النهاردة في قدم مباراة فنية عالية جدا 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 وتين هك كان عنده مشاكل الاحصائيات جاهزة معنا يا جماعة نشوف الاحصائيات طبعا اول حاجة احنا هنتكلم في العموم عن الاحصائيات المهمة والحاجات طبعا الاستحواز كان 54% ليه منشستر سيتي على منشستر نايتد عاوز اقولك بس يا كريم ان الارقام اللي هي منورة على الجانب الشمال دي هي الارقام الافضل فيها منشستر سيتي والارقام العليمين دي هي الافضل فيها منشستر نايتد لو شفنا الارقام العليمين الافضل فيها منشستر نايتد هنلاقي منشستر نايتد افضل منشستر سيتي انهو عمل تسع فاولات اكتر من منشستر سيتي واخد كروت صفرة اكتر من منشستر سيتي لو هنتكلم يا كريم على الشوتسون تارجت عدد التزديدات على المرمى نلاقي عشرة لمانشستر سيتي تمانية لمانشستر يونايتد على الشوتس اوف تارجت الكرة اللي ما كانتش بين الثلاثة خشبات ستة لسيتي واحدة فقط كان بشوته خاص حلوة روح كريم أول شوتة لمانشستر يونايتد في المباراة كانت في الديئة الثمانية وثلاثين ودي كناية عن الوضع السيء اللي كان فيه منشستر يونايتد الكورنرات برضو نفس الكلام خمس كورنرات للسيتي وكورنر واحد بس لليونيتد برضو عاوزين نخش على الفرص المحقاقة كان ثلاثة للمانشستر يونايتد عفوا للسيتي واثنين لليونيتد الهيت وودورك يعني الكرة اللي خبطت في القائم واحدة طبعا للسيتي وما فيش منشستر يونايتد الجانب ده كله أصفار 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 فطبعا كان برضو عاوز أتكلم على نقطة الباصز عدد الباصات كان خمسمية واحد وخمسين باص للسيتي مقابل 476 فقط للمانشستر سيتي عاوزين بقى نتكلم على هالند وعاوزين نشوف الراجل ده نهارده قدم يمكن يكون أقوى مباراة أرقاما عملها من ساعة ما جاء مانشستر سيتي هو أحرص ثلاثة هاتريك زي ما انت قلت في الإنترو قبل كده ولكن نهارده عمل ثلاثة هاتريك دي الخريطة الحرارية بتاعت إيرلينج هالند في المباراة طبعا يا كريم طبعا كلما اللون بيبقى أحمر شوية كلما ده معناه ده أكتر مكان هو بيقب فيه عاوزين نتكلم على طبعا الثمانتاشر دي خلاص كلنا عارفين هو الراجل بيلعب رقم تسعة فأكيد هيبقى موجود في الثمانتاشر ولكن خلينا نتكلم نقاول على نص الملعب كلنا عارفين إن إيرلينج هالند أي مباراة هينزل اللي هيبقى فيه رقابة لصيقة بشكل كبير جدا جدا اللي الراجل بيعمل إيه الراجل يا كريم بينزل نص الملعب علشان يسحب معاه واحد من الاتنين ستوبر ويعمل دابل باس في التحول أو في الكونتر أتاك أو في الطلوع بالكورة من تحت علشان يا كريم ياخد المسافة من نص الملعب لغاية الثمانتاشر جاري مفيش رقابة عليه يبقى براحتور يقدر يروح يمين يقدر يروح شمال لأن من المميزات الكبيرة بتاعت السيتي السنة دي الكور اللي تتلعب على البعيدة دي بروين على المغمض أول ما بيستلم الكورة على حدود الثمانتاشر إيرلينج هيلند بيروح على طول على البعيدة علشان يعمل اللي يلعب الكورة بدماغه أو سيواء يلعب كوره ودي كان موجودة في الهدف الرابع النهاردة عاوزين نتكلم في حاجة منشستر سيتي على الورق بيلعب أربعة كان فيه كورة حلوة أول حاجة أشرحلك بعد شوية عشان عجبتني أول نهارة آني في أول شوت أول قبلها في مشهد حصل كان في الفودين تقريبا هو اللي بيجري بالكورة وهيلند واخد اتنين مدافعين وعمال يخش بيهم لجوة وعمال يقول لي في الفودين تعالى أنا كده كده واخد الرجالة دي وماشي كل ده بالزبط هو كان بيسحب مع الناس وبيفضل مساحات للوينجرز خطيرة أو سواء فودين لا أنت عايب الخطير بالنسبة لي إيه كمان هذا الوعي التكتيك يلعب عنده 22 سنة يقفى منه يعرف شوت دي قدرات خارقة بس كمان يبقى عنده وعي تكتيك وفي الأمر دوت مش طبيع احنا بقى نشوف اللعطات طبعا فاحنا قلنا ان منشستر سيتي على الولع بيلعب 4-3-3 ولكن هو في الحقيقة هو ما بيلعبش كده خالص هو منشستر سيتي بيلعب 4-1-4-1 بحيث ان ده إيرلينج هالند وبالمفروض ان هنا ده مكان رودري النهاردة اللي كان بيقوم بالدور ده جندجان ده هنا عند برناردو سيلفا وديبروين والمفروض ان ده فودين والمفروض ان ده جريلش ولكن اللي بيحصل العكس يا كريم احنا بنشوف ان الأجنيحة بتاعة منشستر سيتي هي اللي بتخش جوه الملعب وبتخش على حدود 18 والاتنين بتوع نص الملعب هما اللي بيطلعوا لبرة حتى نشوف النهاردة كام أسست من برناردو سيلفا وفي نفس الكلام برضو لما العيبة دي بتطلع لبرة بيزق معاها الباكات وبتزق معاها الباكات برضو وبنشوف برضو الدبل باسوروتيشن اللي بيحصل دائما في المنطقة دي وفي المنطقة دي عشان الكورة تتلعب بالعرض عاوزين نشوف الحالات عشان الماضش في جوان كتيرة جدا ونحل الحالات ونشوف قد منشستر كانوا يعفى أخطاء كبيرة جدا بس قبل ما نشوف الحالات عاوزين نتكلم عن إحصائيات هالند في المباراة الصورة دي أنا جايبها من سوفا سكور سوفا سكور ده من أقوى المواقع العالمية اللي موجودة الريتنج بتاع سوفا سكور لإيرلينج هالند ودي أول مرة شوفا في حياتي عشرة عشرة من عشرة ودي أول مرة شوفت حاجة عدت 9.8 أنا آسف هيا مفوت تعدي كمان ممكن تبعا 11 من 10 إلى 12 يعني فاهم عد يا باشا خلص اللعبة راجل اللعب 90 دقيقة أحرص 3 أهداف عامل 2 أسست عامل 2 أسست شايت على المرمى 3 كور أحرص منهم 3 أهداف بيش بقول من شوية معدل إحضار الفرص 0% الراجل برضو الكور اللي طلعت بره الثلاث خشبات برضو كورتين والتزداد اللي اعترضت كانت واحدة فقط ولكن أنا عاوز أقف يا كريم عند الدريبل أتمت اللي سكسسفل 0 و 0 الراجل دايريكت والراجل مباشر بطريقة مرعبة لا بيأخذ الكرة لا بيرقص ولا بيألف ولا بيخش واحد على واحد ولا بيعمل حاجة مش بتاعته هو راجل اللي هو تارجت مان عنيف جدا وسريع جدا وقوي جدا 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 لما يأخذ الكرة بيزقف المساحة علشان يقدر بشوت رجلو فيه حالة من حالات هنشوفها إزاي أنه هو سرق الاتنين الستوبر وخدهم معه برا ومع أنه هما كانوا أسرق يعني هما كانوا أسرق يعني هما كانوا أسرق ولكن هو بيزبقهم وبيقدر يشوت الكرة عاوزين نخش على قبل ما الهدف الأول يجي نشوف طريقة منشستر رينايتد والطريقة اللي بقولك عليها كريم أن إيرلنج هالند بينزل في نص الملعب عشان يستلم الكرة هنا الكرة مع منشستر سيتي اتقطعت من منشستر رينايتد أكي معاك كرة هيباصي على طور الهالند هالند بيقطع الكرة وبعدين بنشوف بعدها الراجل هيطلع هنا على الشمال جريلش نكمل برضو الكرة أقف هنا لحظة أقف هنا لحظة معلش نشوف هنا جريلش شوف هنا جريلش مع الكرة عاوزين يشوف يا كريم إيرلنج هالند أول مسلم الكرة الحتة أنا بقولك عليها أن الراجل مش عاوز يبقى فيه القابة للصيقة عليه أو الراجل عاوز يفتح نفسه مساحة فبينزل يسحب معه الناس عشان يخاطر يفضل مساحة وعاوز أبص برضو على أخطاء منشستر رينايتد وهي عدم المسندة الدفاعية من الأطراف خصوصا من أنتوني اللي كان سايب الجابة اليمين دالوت اتكشف بشكل كبير جدا جدا في المباراة والدالوت اتكشف في أول ديئتين أو أول ثلاث دقائق خد انزار حجمه بشكل كبير جدا ونفس الكلام على ملاسيا في الجانب الأيصر برضو ما كانش فيه مساندة من سانشو فبرضو الاتنين عملوا فاولات وخدوا انزار أصفر خلى حجم الاتنين بشكل كبير جدا وشوفنا ملاسيا تغير بين الشتين نكمل الحالة نشوف هنا هلند بيجري كرة عاوزين بقى ان هنا كريم ده أنا اللي بقولك عليه المعيش نرجع لحظة ده اللي أنا بقولك عليه مين اللي معاه الكرة يا كريم ده اتجري الليش واللي بيطلع لبرة ده مين ده برناردو سيلفا ودي الحالة اللي أنا حشرح طالك على البورد قلتلك ان الاتنين بتوع نص الملعب هم اللي بيطلعوا لبرة والاتنين الأجنحة اللي مفروض على ورق بلعب وأجنحة بيضموا جوه الملعب نكمل الكرة بيعمل هنا يا كريم الدول باس لبرناردو سيلفا اللي بيعمل الأوفر عاوز بس أرجع أرجع صورة كمان أشوف فودن وتحرك فودن بص فودن فينا يا كريم وبص فين إيرلنج هالند بالضبط كده ده فودن ده فودن عن ناحية سكرين من هنا ده فودن نكمل لصورة نشوف هنا يا كريم إيرلنج هالند قلتلك أي كورة بطيئة عرضية هتتلعب عالية على البعيدة على طوله على المغامة التعليمات من بيب جوارديولا لأي أن كان اللي هيلعب خصوصا دي بروين هتلعب على الناحية بعيدة نكمل الكورة بنشوف هنا شوف دي بروين دي بروين هالند رجع هالند رجع رجع لقبلها نشايفين هالند بيتحرك على البعيدة في اتجاه السهم وفودن بيقطع على قريبة وده الصورة دي هنشوفها كتير قوي في أكتر من أربع تجوان جابهم منشستر سيتي النهاردة نكمل الكورة الكورة بتتلاقي بعالية كريم إيرلنج هالند بيرعقها ولكن سكوت مكتومنوي بتطلحها نكمل الصورة برضو هنلاقي الكورة بتنزل في منطقة التمنتاشر دي بروين بيشوت وبعدين برضو دي خيا بيطلع الكورة بتترد تاني بتوصل لجريلش ولكن برضو نفس الكلام منشستر رينايتد بيطلع الكورة نيجي بقى لأول هدف أحرازه منشستر سيتي في المباراة ونشوف الأخطاء التمركز والأخطاء الكبيرة جدا كانت منشستر رينايتد دي هنا الكورة مع فودن ممكن أقول حاجة في موضوع تباركز ما قولي أنت بتشرحه ده يخلي أي مدرب منافس لبيب جورديولا هو في حالة أناسف يعني في حالة هبل حالة توهام أنا هعمل إيه فين الجناحات بتوعك فين لعبة الوسط بتاع فين مهاجمين بتوعك أنا مبقاش فاهم كلاعب حتى ولا مدرب في مبارات واقف هنا لحظة واحدة في مبارات كتيرة جدا يعني أنا بشوف أن الاتنين الباكات بتوع منشستر سيتي في النص الملعب على حدود 18 والاتنين مساكين هما اللي طالعين برا باك رايت وباك ليفت هو بي هو أنت هتنزل تعملي زون أو تعملي كومباكت أو هتلعبني من تومان أنا هفكوا بالطريقة بتاعتي وبالطريقة اللي أنا كل ما فيش حاجة اسمها فيه لا مركزية لكل اللعيبة وده اللي كان منشستر سيتي بلعب اللي سنين فت ولكن السنة دي معاهم هلا نشوف اللي هدف الأول دي الكرة فودن على جانب اليمين برضو فودن انكمل الصورة بيدوم لجوه الملعب نشوف أنا عاوز بس أقولك حاجة بص يا كريم فودن ده الوينج رايت بتاع منشستر سيتي والباس اللي بيلعبوا في التجاه الباس ده ده جريليش الوينج ليفت بتاع منشستر سيتي بص اللي اتنين موجودين فينا يا كريم الاتنين مش موجودين جوه الملعب والإنك ده برناردو سيليم الاتنين عزي مش موجودين بره بيحصل هنا يا كريم برضو كانسيلو بيزيد مع برناردو سيلفا اللي طالع لبرا وبص بقى الدايرتين هنا معمولين على مين انا عامل دايرتين هنا عشان نخلي الناس تاخد بالها ان الاتنين اجنحة بتاعه منشستر سيتي هما قصا جوا الملعب ما فيش بيطلعوا برا واللي برا الاتنين بتاع نص ملعب برناردو سيلفا ودي بروين بص دي بروين فين وقف مع مالاسيا على الجانب اليمين هنا نكمل الصورة بيلعب الكورة برضو زي بقول لك عليها كريم الجبهات ان هو بيحاول يفتح ج وبتتعمل الكورة العرضية بص بقى هنا على فودن وبص على ايركسن وبص على هلندي نفس الصورة دي كانت من دقيقتين في الحالة اللي انا جبتها قبل كده يا كريم المباراة كلها كده فيه سوق تمركز بشكل كبير جدا من منشستر يونايتد ده بسبب ان الراجل لعب ايركسن رقم ستة ايركسن مش رقم ستة ايركسن ممكن يلعب رقم تمانية ممكن يلعب رقم عشر ممكن يلعب رقم ستة في الماتشاط مش الرتم بتاعها بالسرعة دي وبالقوة دي كلها منشستر يونايتد خسر ن مركز خرص استحواز وده اللي قدل اللي احنا شوفنا ده النهارد نكمل الصورة وبيكمل فودن عشان بيجيب الهدف الاول نشوف بقى الهدف التاني اللي كان فيه خطأ كبير جدا نحن نهارده يا كريم اه دي برضو زاوية تانية معلش نرجع واحدة زاوية تانية يا كريم برضو عاوز اقولك بص هنا اتنين على واحد اتنين بالزبط يلعبوا على دلوت اللي هو كانسيلو واللي هناك ده برناردو سيلفا اللي اتنين على واحد ده بسبب ان انتوني اصلا مش موجود في الكدر ومش موجود اصلا خلص وسايب الزيادة العددية لمنشستر سيتي على الباكرايت اللي موجود اللي هو دلوت نكمل الصورة اللي بعدها برضو في زاوية العكسية هنا بتبان بتشوف يا كريم هنا ان فودن اللي عليت دايرة سابق ايركسن ونفس الكلام هالند لو كرة ما تلعبتش الفودن وتلعبت لهالند اكيد 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 كان هيسبق وهيحط الكرة في الجول نشوف الحالة اللي بعدها وهي الحالة اللي انا بقولك عليها يا كريم اللي كان فيها خطأ كبير جدا وفيها سوبر هالند يعني الكرة دي فران تصف فيها وطل انا اعتقد بالنسبة كبيرة ان فران هو اللي كان مفروض ماسك هالند ولو اني شاف ان مفروض دي سكوت مكتوميناي هو اللي يمسك فيه خطأ كبير جدا هنا كريم بص رقم تسعة وتلاتين ده سكوت مكتوميناي ماسك جوندوجان جوندوجان لعيب قصير لعيب عمره ما تميز بدربات الرأس لعيب ما كانش بيجيب عمره جوان بدماغه كتير نبص على هالند هو اقوى لعيب واكتر لعيب عنده جانب وكريم هالن اللي يمسكه ايركسن ايركسن اللي لسه كري فيه مداربين ما بيحبوش ايركسن عشان بيشوفوش ان هو طاف واجريسيف والكلام ده كله هل ينفع ان انا خلي هالند هو اكتر لعيب ان هنا ايركسن بص بص يا كريم هنا انا شوف واحدة واحدة ماشي الكورة بص هنا ايركسن بيزعب تشوف الصورة اللي بعدها بص الراجل ازاي بيزبقوا بيزقوا الصورة اللي بعدها برضو وخلاص سبقوا هو كان في صدره هو كان في صدره بقى في ظهره نكمل الصورة بص يا كريم هنا طلع فوق الاربعة نكمل برضو الصورة شوف بقى هنا ايركسن فين اللي كان ماسكو مانتو مان ونشوف هالند فين اللي كان برضو كان الراجل بيضايقه قبل ما يطلع يلعب الكورة ونشوف الراجل الجمب بتاعه اعلى من كل الناس حتى لو سكوت مكتوم راي مع وانات مع سكوت مكتوم راي نشوف هنا دي زاوية قريبة برضو شوية نكمل شوف يا كريم العنف والقوة والجمب اللي الراجل بيطلعه سكوت مكتوم راي اللي هو اقوى لعيب بدنان في منشرة السنوية المفرو يقدر ياخد منه الكورة وده طبعا ده خطأ مباشر ده ملوش علاقة بمانشستر سيتي او بطريقة لعب سيتي او جوارديولا او تنهاجه طبعا خطأ كبير جدا ماينفعش ولا ماينفعش سكوت مكتوم راي حيمسي الجن ده مزبوط نشوف الحالة اللي بعدها هنا برضو يا كريم ده الهدف التالت اللي احرزه منشستر سيتي في الديئة ستة وتلاتين الكورة برضو الكورة هنا كانت مع منشستر نويتد وتقطعت في نص ملعب منشستر سيتي بص هنا يا كريم الزيادة الع عددية في نص ملعب لانا بقولك عليه ان منشستر ينويت تخسر نص ملعب في خسر بشكل كبير جدا الرتم بتاع المباراة كله والتلات خطوط كانوا بعضة عن بعض نشوف هنا الكورة بتطلع من حاول منشستر نويت ان هو يضغط ضغط عالي على منشستر سيتي بلاك احنا عارفين الضغط العالي يستلزم ان الحداشر لعيب بيدغطوا مع بعض كلهم ككتلة واحدة عشان اي مساحة او اي مساحة بتتفتح بتفرط الدنيا كلها اول ما هنا حصل الدابل بوسما بين جوندوجان وجريلش شوف جري حد ضغط على جريلش في نص ملعب منشستر ينويت ايركسن بيعمل ايه ودي بروين واقف لوحده ازاي مع ان هنا انت تبص عالكادر هتلاقي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة على اربع لعيبة من سيتي نكمل الصورة جريلش بياخدوا الكورة بيزيد بص يا كريم مفيش حد ضغط عليه نكمل الصورة برضو مفيش اي اي حد بيبص يا كريم عمال عمال يكمل عمال ماشي بص بقى هنا على الوحش بتاعنا رايح فين قطع قطع لجوة للصورة اللي قبلها معلش يا جمال قطع لجوة بعد كده لقى الدنيا زحمة ام قطع لبرة في الصورة اللي بعدها نشوف لا بس خد بالك ما هي دي بس انه ما هو عشان لقى فودن على الجانب اللي بيزيد لا لا واللقطة دي ارجع للقبلها بعد اذنك اللقطة اللي قابل دي هلند فيه في اللحظة دي بيقول لجريلش تعالى عمال له كده هو خد الاتنين مدافعين وبيجري بيهم وساب له البحر ده يعني هو الاتنين دول كده المتقدمين مع هلند هو فتح له المساحة تماما وقال له تعالى انا كده كده خدت الرجالة دي ومشيت ده اللي انا قلت لها كريم برضو وانت اللي قلت برضو فقال انا قلت لك الراجل بينزيل يسحب يعني انتوا هتدايقوني والملعب دايا خلاص انا هنزل اخوتكوا تحت عشان ادخل في اسبق صورة اللي انا اكيد هاسبقكوا فيه نكمل الصورة جريلش بيجري بونطار راحة بيلعب لدي بروين اللي مفيش اي رقابة عليه ونفس الكلام يا كريم دي بروين اهو وفودن اهو ومالاسيا اهو لوحده نفس الجون الاولاني بالزبط اللي كان فيه مشكلة الناحية تاني نكمل بالكورة بنشوف بقى هنا يا كريم اللي انا بقولك عليها اول ما دي بروين خد الكورة شايفين الراجل هالند رايح فين رايح على البعيدة على المغمض نكمل برضو الكورة ام برضو الراجل عمل له السورف عمل له الأوفر على البعيدة السست عظيم والراجل مش هيضيع قدام الجون ايه ده باش ما عليش ارجع السؤال بعدها انا ياسف والله اصلا الحياة دي برضو ارجع كمان لقبلها ده كارات ايه ده اه والله ده بشكور حاجات زلتان بروين فيتش ده كارات ايه حاجات زلتان بروين فيتش فادت الرجل دي مش طبعية يعني ايه ده ده حقيقي ازاي يعني ده حقيقي اعمل كده كتير يعني ده الهدف التالت اللي بيحرزه منشستر سيتي نشوف برضو الهدف الرابع اللي نفس الكلام برضو يا كريم خسرت نص الملعب خسرت كل حاجة دي كانت هجم المانشستر رينايتد عند برونو فرناندز الكورة بتعدم برونو فرناندز بتوصل لانتوني اللي بيشوت ولكن بيحصل بلوك من مدفعين منشستر سيتي الكورة بتترد بقى كريم انا عاوز ابص هنا قبل ما اغير الصورة اللي بعدها ماشي لو وقفنا هنا ما فيش مشاكل بص يا كريم فيه كام واحد من لعيبة منشستر رينايتد قدام التمنتاشر تلاتة لو كملنا بالصورة بعدما الكورة تقطعت نكمل بص يا كريم ولا واحد برضو واخد الكورة ولا واحد بيحاول يداي دي بروين دي بروين خد الكورة مين بقى اللي بيحاول يداي وده اللي انا بقولك علي اريكسن اريكسن ضعيف جدا 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 في التحامات البدنية ودي مش حتته نكمل بالكورة دي بروين حطه في ظهره وابص بمنتهى السهولة عاوز بقى بص هنا على فودن اللي انا بشوفه ونجم المباراة مع هلند بصلاحة والناس يعني نسيته عشان هلند عمل كل حاجة النهاردة في المواتش شايفين هنا في الجانب اليمين فودن قبل مالاسيا يعني مفروض ان مالاسيا هو اللي سابقه نكمل بالصورة شايفين برضو فودن بيحاول يزبق وفين هلند برضو برضو رايح في المسافة البعيدة وساحب معاه الراجل عشان يروح في الحتة الفاضية نكمل نشوف برضو يا كريم اول اول ما الباص بيتعمل دي بروين شايفين هنا عندنا فودن بيزبق مالاسيا مع ان الراجل كان قابله بحوالي 3-4 متر نكمل الصورة وهنا بقى ده اللي أنا مستغربه انا الراجل ده كنتم اشوفوا ان هو ما عندوش السنس بتاع العيبة الكبار بس تقريبا كتر لعبه مع دي بروين خلى الراجل يلعب سرو باص من اجمل ما يمكن بسنس جميل جدا وفودن يزبق مالاسيا وبيحرز الهدف ويمكن الهدف ده كريم نسخة تبقى الأصل من هدف برينتفورد في مانشستر يونيتد ولكن اللي كان بلعب باكليفت كان لوكشو مش مالاسيا نروح والله العظيم يا ابني لو انت بتفعي على مانشستر يونيت بقى لك فاطرة فالهدف ده بيخش فينا بقى له 6 سنة ده حقيق ده حقيق عاوز بس كرة دي قبل دقتين ما ييجي من الهدف الخامس بس أنا برضه عاوز أوريك دي بتتلعب أنا بس مش واخب بالي تقريبا ده مين تقريبا ممكن كون برناردو سيلفا ده برناردو سيلفا نلعب الباس بص يا كريم أول ما بص تعب برناردو سيلفا بص على هالند رايح يجري في اتجاه السهم فين نكمل بالصورة الراجل برناردو سيلفا اللي أبعاله في مساحة فأنا نكمل برضه بالصورة الراجل بيلعب سرو باس وهالند بيزبق كالعادة الناس ولكن فيه زاوية بقى أقرب بص بقى يا كريم هنا الراجل قطع الكورة بص القوة يا كريم والعنف والشغف وراجل جعان كورة بص بص يا كريم بيزبق الاتنين وهم ما سابقينه أو بيتلعب له الكورة وبيشوت ولكن دخية بيقدر يجيبها عاوزين نخش بقى الهدف اللي بعده الهدف الخامس اللي جاء على طول بعد الهجمة اللي أنا بقولك عليها دي نمشي بالكورة نفس الكلام برضه منشستر سيتي بيبتدي من تحت ما فيش أي ضغط على أي حد منشستر نواتد لعيبت منشستر نواتد وقفة فقط ما بتعملش أي حاجة نمشي الصورة أول ما دي بروين تمس الكورة عاوز أبص على اللعيب اللي بيجري اللي عليه الدايرة ده اللي عارف اللعيب ده يا كريم اللعيب ده جوميس اللعيب اللي نزل مكان والكر الباكرايت بص الراجل موجود فين وبص يا كريم أول ما الراجل استلم الكورة دي بروين بص الراجل بيروح فين نكمل الصورة دي بروين يستلم الكورة بص برضه الراجل رايح فين نكمل برضه الصورة بص يا كريم أنا حط الدائرة على الراجل عشان لحظة نرجع واحدة بس معلش بص الراجل برضه لسه عليه الدائرة اللي هو كان عند التمنتاشر أنا حط عليه الدائرة في كل في كل صورة عشان بيشوف الراجل ده فين الراجل هنا عمل كالعادة الدبل باس ما بين جريلش وما بين دي بروين. نكمل بالصورة. بص يا كريم أول ما جريلش خد الكورة عمل ايه؟ برضو دخل لجوه. كله بيكات انسايت. كله بيكات انسايت. سواء بالشوت أو سواء بالباس. أول ما دخل لجوه. فاكرة يا كريم الباك راجل كان فين؟ بص بقى فين؟ نكمل بالصورة. الراجل اللي عبها لي دي بروين. وجريلش برضو داخل جوه منطقة الجزاء. عشان ده لانا بقولك عليه التعليمات. بيب جورديولا دايما ان دايما جناح من الأجنحة اللعب لما يكون في الناحية الشمال أو الناحية لمين الناس لازم اول ملوينج. يعمل ده والباس يخش جوه منطقة الجزاء. الصورة دي. الصورة دي. الطبيعي في اي فرقة في العالم هيبقى في واحد او اتنين جوه منطقة الجزاء في اللحظة دي. أكيد. هو الفكرة انه طريقة لعب مانشستر سيتي او طريقة لعب بيب جورديولا تدخليه كلوكو بره. وكلنا هنخش فجأة. كلنا هنبقى بره فجأة. هناخد كل المدافعين دول بره. وفجأة هلنقينا كلنا جوه. بلا حصل في الكرة. نكمل بقى في الكرة. نكمل في الكرة. انه بص بقى كريم زيادة العددية هنا برضو. ولو انه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع لعيبة. على اتنين لعيبة فقط من مانشستر سيتي. ولكن العدم التمركز الجيد من لعبة مانشستر يونايتد واللا مركزية. اتنين على سبعة ليهم الأفضلية. وكرة تتلعب العرض. علشان يحرز دي بروين الهدف الخامس. سوريا هالند الهدف الخامس. عاوز بقى اجيلك لآخر هدف احرازه مانشستر سيتي. وده يعني فيه كلام كتير جدا عن سوق حالة مانشستر نواتد. وبرضو عن قوة السيمترية اللي بقت موجودة ما بين السلاسي الأمامي لمنشستر سيتي. هنا الدلوت بيلعب الكرة بالعرض. بتتقطع على طول من جندجان. نكمل الصورة. جندجان بيقطع الكرة. نكمل برضو. الراجل بيطلع على طول لجاك جريلش. برضو نفس الكلام. أول ما جاك جريلش استلم الكرة دي بروين راح فيهن يا كريم برضو. في المساح. نشوف بقى بعد ما جريلش بيسلم دي بروين الكرة. برضو دي الجريلش هيعمل إيه نكمل؟ برضو يا كريم جريلش بيجري. مفيش حاجة بيسلم الكرة وبيقف كله بيجري. هنا دي بروين بيتخلص من دفرد. لابسه كبري وحش قوي بصراحة. وبعدين طلع بالكرة بره. ونشوف بعد كده برضو نفس الكلام. شوف يا كريم جريلش اللي هو حلله المشكلة في الزحمة دي. كلها كان ثلاثة على واحد. لولا نجريلش مسلمش وقف وطلع بره خد الكرة. نكمل بالصورة. عاوزين نكمل برضو بالصورة. نشوف برضو نفس الكلام جريلش بيخش جوه المرعب. وشايفين هنا فودن على الناحية اللي مين؟ وهلند على الناحية الشمال. نشوف بقى الضبل باص اللي هيتعامل ما بينهم. نكمل الصورة. شوف يا كريم عندك هنا كام واحد. لحظة نقف معلش. عندك كام واحد. عندك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة أحمر على تلاتة من لعيبة مانشستر سيتي. وبرغم كده اللعيب بيستلم براحته نكمل الصورة. اللعيب بيستلم براحته يا كريم اهو. نكمل. وبيطلع لبرة براحته خالص برضو. عاوزين برضو هناك كنت عامل الدوائر الحامرة دي. عرفك لعيبة مانشستر نويتد قد ايه كانت سيئة جدا 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 في التمركز. نكمل برضو بصورة. بص يا كريم بقى كلهم على خط واحد وقفين غلط. راجل بمنتهى سهولة بيلعب باس في النص ما بينهم فودن في انفراد سريع. ما شاء الله كلهم رفعين ديهم وقفين غلط ومشكلة كبيرة جدا. وبيحرز مانشستر سيتي الهدف السادس في مباراة كانت يعني حزينة على جميل مانشستر يونايت. محمود حقيقة انا استمتعت جدا. انا مش ببالك والله بس يعني كنتم مستمتع جدا ومستمع جايد جدا. مباراة كانت حلوة. هيكت جميلة من طرف واحد من طرف واحد مانشستر سيتي انا بشكرك شكرا جزيلا وشرفت ونورتك العادي.